لا تزال خيوط قضية التحقيقات الأوروبية بملف حكم مصرف لبنان رياض سليمي تتوالى فصولا وفي هذا الإطار وجه القضاء الفرنسي لائحة اتهامات إلى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد والوزير السابق مروان خير الدين في نهاية شهر أذار الفائت تشمل تكوين جماعة إجرامية لا سيما بهدف اختلاص أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وإساءة الأمانة والرشوة محققون أوروبيون وبحسب مصدر مطلع كانوا استمعوا إلى خير الدين في لبنان في شهر كانون الثاني الفائت بالتهم المذكورة إضافة إلى تهمة غسل الأموال في عصابة منظمة وقد وضع بحسب المصدر تحت الرقابة القضائية ويقول المصدر إن سليمي كان يستفيد من حسابة مصرف الموارد في مقابل مزايا عدة ومختلفة لخير الدين إلى ذلك أشار مصدر قانوني مطلع للأوتي في إلى أن خير الدين كان قادما من الولايات المتحدة لبيروت عن طريق فرنسا حيث تم توقيفه بسبب ادعاء سابق عليه في 30 أذار الفائت وتم فرض عليه إثبات وجوده كل 48 ساعة على الأراضي الفرنسية علما أن جلسة حُددت الثلاثاء المقبل للاستماع إليه وأساس الادعاء الفرنسي بحسب المصدر عينه هو أن شقيق رياض سليمي رجا سليمي كان يملك حسابا في بنك الموارد بقيمة 15 مليون دولار ليتبين أن هذا المبلغ وبعد سنوات قليلة تضخم إلى 150 مليون دولار انتقلت من حساب رجا إلى حساب رياض إلى ذلك وفي رد على سؤال من صحيفة The National أعلن نائب المدعي العام في باريس أنتوان جوكتور موروزي أنه تم الادعاء على مروان خير الدين بجراء تبيض الأموال المشددة والاشتراك في مؤامرة جرمية واختلاس أموال عائدة لمصر في لبنان وتم وضعه تحت الإشراف القضائي وسحب جواز سفره إلى ذلك غرد عضو المجلس السياسي في الطيال الوطني الحر المحامي ودعاء عبر حسابه على التويتر وقال نتيجة التحقيقات حتى الآن فرنسا ميزانيك زمان مروان خير الدين والدة ابنة رياض أنا كوزا كوفا ألمانيا المتهمون رياض سليمي مروان عيسى الخوري نادي سليمي مريان حوييك والشريك جابريال جون الحبل على الجرار مئات الأسماء المتورطة قريبا نحن نلاحقهم ترجمة نانسي قنقر